الملك المفدى وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحا في مكافحة الاتجار بالأشخاص مشيدا بالجهود الطيبة التي بدلتها وزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتحقيق هذا التقدم الهام واكد جلالته بأن نجاح البحرين في تحقيق هذا التصنيف المتقدم كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس التزامها بالمعايير الدولية ومشاركتها للمجتمع الدولي في التوجهات الهادفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل الحرص الدائم على تطبيق القيم المبنية على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل وقدم السفير الأمريكي إلى جلالة الملك المفدى نسخة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بتصنيف الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي حققت مملكة البحرين بحصولها على الفئة الأولى بالتقرير وأشاد جلالة الملك المفدى بعمق العلاقات التاريخية والشراك الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية المبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك بما يحقق المنفع للبلدين والشعبين الصديقين منوهاً بالتقدم المستمر الذي تشهده هذه العلاقات على كافة الصعود في ظل السعي المتبادل لتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات ونوه جلالته بالدور الفاعل الذي تطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية الأمن والسلم في المنطقة مؤكداً دعم مملكة البحرين لجميع هذه الجهود والمساعي العالمية